اشتركوا في القناة شديد كثير من الناس وبالخصوص احنا فعلنا في المغرب قضية امر السحر والشعودة من تاشر في المجتمع دياننا وللأسف عدنا صورة شينة وخيبة بالزاف بالنسبة لبعض الشعوب العربية فالمستوى على المغرب طيح فالنقطة هذه بالزاف إلى أدنى حد فللأسف الشديد هذا هو الوضع لكن من خلال هذه العشر دقائق نحبه نبين للناس بأن هذا الأمر تحت السحر راح موجود وكثير من الناس أهلكم بالزاف كالذي تفرق الزوج على الزوجة والأم على الإبن ديانها والعائلة التحطمات كلها فلهذا كن مقول لكم وغنجيب لكم الأمثلة الحقيقية على ذلك شوفوا يا أخوتي الكرام رأى لكي بشعر العراف ولا السحر ولا مشعوي نحن كنقولوله الفقير في المغرب بالدارجة نقولوله الفقير هذا المفقير موالو الفقير الله سبحانه وتعالى البريع من ذلك التفقه دياله هذا التفقه دياله غير في الشيطين وفي الشعويد وهذا كي ضر الإنسان كثر من كي نفعه هممتي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كي نهين أصلا نمشي عن ذلك العرافين والمشعويدين والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول من أتى عرافا أو كهانا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام أمر الساحر أو الشعويد أو المشعوي هذا أمره خطير لأنه كيف يشعر عنده الإنسان وبالخصوص بالخصوص بالخصوص إذا كان الإنسان عنده ريح عندك الشواف بنية أن يفرق باب بين واحد المرأة والراجل أو لا باب بين الأب والأب والإبن ديال ولا بين واحد الأسرة يشتتها غالبات النية هذي بشي يشتتهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا كاهنا أو عرافا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ناهيك أنه هذا المشعوي هذا الشوافة هذيك كنت أمره أنه يبشي يدبح للجن يبشي يجيب أثلوس ولا يجيب جاجة ولا يجيب أسود ولا يجيب كذا ويبشي يدبحه عن السيد فلاني ولا يدبحه للجن يتبرك به وهذا كله من الشرك ويقدر الإنسان المسلم يخرج من الدين هو لا يشعر وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أن المسلم يذبشى عن هذه العراف هذه الشوافة هذه ولا المشعويد هو غادي عنده لك القلب دياله ما مطمئنش أن هذا غادي القلب دياله مطمئن مئة في المئة أن الله سبحانه وتعالى ولك يضرب وأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي هو الكافي هو لكن غادي عندك المشعويد تقول غير غادي نشوف غير غادي نشوف أنا ما مصدقوش مئة في المئة غادي غادي نشوف غادي نشوف هذيك نشوف هذيك قال لك نبي سلام لك هنكي يصلي ذاك الإنسان هذك الصالة دياله ما تتقبش عليه عنده ربعين يوم صالة دياله ما تتقبش ربعين يوم ولهذا أنا جدت أحد الأمر اليوم قديد السحر كما تشوفوها هو السحر كما تشاهدوه المصور يقرب شوية ثاميرا مثل هنا هذا المشعوي ذو السحر هذا كاتب راسم هنا إيد ديال ديالكل وهنا اسم الله اسم الله وكيف قالبه لكن هو ما كعنيش باسم الله الإله ديالنا لكن كعني به اسم الشيطان هو الإله دياله وكما تشاهدو هنا النجوم هذه النجمة وهذه الحروف تا الشياطين وكل حرف وكل رقم كعبر على اسم الشيطان هنا وهنا كما تشاهدو نجمة داود وهنا كذلك هذه الشمس هذه اللي كيعبدوها بكري ولكن هي معمولة على أسس الشيطان اللي كيعبدها النوع من الشياطين كيعبدو هذا الشمس وهنا كمان نجمة وهنا في اسم الله كمان كما تشاهدو وهذه اسماء الشياطين فهمت وهذه كذلك رموز كلها للشياطين كلها رموز للشياطين فإذا هذا الأمر هذا ما كيزيد المسلم غير بعد عن الله سبحانه وتعالى والشيطان هذا ما عنده مي يعمل له بل غيزيده غير ضلال وشقاء عند الله سبحانه وتعالى لهذا كنصح أخوتي المسلمين ما يمشيوش عند المشعودين ما يمشيوش عند السحارة وهذا هو المشعودين يعمل هذا الأمر هذا لهذاك الإنسان يجعن ذلك الإنسان ليس يتحرر باش حاجة باش يفرقوا على زوجة دياله وليفرقوا على الإبن دياله وليفرقوا ليشتد لذلك الأسرة هذه وهذا حرام ديال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي تجعل نتعرقوا للمشعودين يعملوا بحاجة الشهادة فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر بما أنزل على محمد فالإنسان المسلم ينتبه الدين دياله ونوصيكم اللي ما يرقى بالقرآن اللي يرقي بالقرآن وما يتمتمش وما يطلب إسم ديالك وما يطلب إسم الوالد ديالك لأن الصحار يتعرفوا بعض الأمور لكي تعرف الصحار ولا الشوار يطلب لك الإسم ديالك ولا يطلب الإسم ديالك ولا يطلب يطلب لك شي حاجة لكي يستاعل بها عن طريق الشياطين الآخرين حتى يجبت لك المعلومات ديالك كاملة فلهذا كنصح إخواني أنهم يمشيشوا عن الصحارين وعلى المشعودين نرى ما يجدون غير شاقة وضلال وبعد عن الله سبحانه تعالى فكنصح أخوتي ممشي والإنسان إذا يلقى شي سحر شي سحر مثل هذا إذا يلقى شي سحر مثل هذا كيف سيطلب سهل العمل يطلب القرآن كيف سيجيب وحص طاصة على الماء مثل هذه طاصة ذي الماء وعمر فيها الماء تلا هنا وهذه الطاصة يقرأ في القرآن مثل يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقرأ على آمن الرسول ثلاثة مرات ثم يقرأ على قل هو الله بعد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاثة مرات ثم يقرأ على آية السحر اللي يمذكور في سورة طه مثلا ويشد هذه الورقة ويخشاف ذاك الماء ذاك يخشاف ذاك الماء ذاك ويخلي ذاك الماء ذاك لما يكون مقرأ عليه القرآن فبإذن الله هذا السحر يتبطل السحر يتبطل فمن بعد من اللي سيتدخل هذه الورقة هذه في هذا الماء تخليها بعد دقائق أربع دقائق أو خمس دقائق بعدين تجبذها وتجفذها وتحرقها بالنار تحرق بالنار بإذن الله سيتبطل هذا السحر هذا كامل فلهذا كنا نقول لكم يا إخواني نتابهوا على أمر الدين لكم لأن أمر العقيدة هو هو الأساس هو كل شيء عند المتلم هي لفشة الإنسان تعامل مع الشاياطين هذو كالسحارين والشعوادين والعرافين كما قلوا لهم احنا بالمغرب الشوافات والسحارة أرى الأمر الدين دياله خطير فلهذا نقول لكم نتابهوا على أمر الدين ديالكم أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا يا فوز المستغفرين أزاكم الله خير شكرا